الثامنة صباحاً موعدنا مع موجز أهم الأنباء مع حسام حدات فضلي حسام شكراً جزيلاً جمعنا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش موجزون لأهم الأنباء يأتيكم من التيفيزيون المصرية أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية استمرار وطيرة التشاور والتنصيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وخلال جلسة مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعضة كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي فيما تم التطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي كما تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحافظ على الاستقرار الإقليمية وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري أكد الجانبان على استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك فضلا عن تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وأكد الرئيس السيسي أنه تم التوافق مع الرئيس الجزائري على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية كما أوضح الرئيس السيسي أنه تم توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وألية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعمق الشركة الثنائية بين البلدين أعلنت وزارة الخارجية أن تحالف الأجندة الجديدة الذي يضم في عضويته كل من مصر والبرازيل وآيرلندا والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزلندا أصدر بيانا يتضمن موقف التحالف من البيان المشترك الذي أصدرته الدول النووية الخمس في الثالث من يناير الجاري بشأن منع الحرب النووية وتجنب صباق التسلح كما أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن دول التحالف أعربت في بيانها عن قلقها من مواصلة الدول النووية تحديث ترسانتها النووية بما لا يتصق مع التزامات هذه الدول ذات الصلة بنزع سلاحها النووي أخذا في الاعتبار أن استمرار حيازة هذه الأسلحة يمثل مصدر تهديد واضح للإنسانية وجهت وزيرة الدولة للهجرة نبيل مكرم التهنئة إلى الطبيب المصري الأسترالي الشاب دانيل نور لاختياره شخصية العام على مستوى قارة أستراليا في فئة الشباب وعبرت وزيرة الهجرة عن فخرها بما قدمه دانيل نور من خدمات الإنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا وشكرت على حرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1783 متعافيا من فاروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفاروس إلى 347 557 حالة وأعلنت الصحة تسجيل 1809 حالات إيجابية جديدة و35 حالة وفاة أعلن التحالف العربي أن طائراته استهدفت مناطق عسكرية تابعة لقوات الحوثي بالعاصمة صنعاء وأوضح التحالف العربي أنه تم استهداف معسكر سلاح الصيانة ومحيطه في حي النهضة شمال العاصمة وكان التحالف العربي قد أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات مشيرا إلى أن العملية تعد استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بإثيوبيا أنهم اضطروا لشن عمليات عسكرية للتصدي للقوات الحكومية لأدسابابا في منطقة عفار المجاورة وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن الجبهة اضطرت لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التهديدات التي تشكلها القوات الموالية للحكومة في منطقة عفار مضيفة أن الحكومة الإثيوبية تسعى من خلال تهديداتها لعرقلة العمليات الإنسانية وإثارة أزمة أمنية يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب كودفوار السادسة مساء وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون يدخل منتخب الفراعن اللقاء بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط حيث تغلب على كل من غنياب ساو بهدف نظيف والسودان بالنتيجة ذاتها بينما تلقى الخسارة في أول مبارياته أمام نيجيريا بهدف دور رد ختم موجز الثامنة وعد الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة